بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أن يتقبل منا الصيام والقيام وحسن الإقبال عليه في رمضان وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة بعد رمضان على ما كنا عليه من حسن الطاعة وحسن الإقبال عليه إنه سميع قريب مجيب أيام العيد هي أيام محبة أيام خير أيام متواصل وتزاور وعفو وصفح يتجلى العيد بهذه المعاني حتى يعم المعنى الأسمى للعيد العيد هو الفرح والفرح لا يكون بضغينة القلوب أسأل الله عز وجل أن يهبنا وإياكم في هذه الساعات حسن الإقبال عليه وحسن الإقبال على خلقه بالمحبة والخير والسلام إنه سميع قريب مجيب يطل علينا عيد الفطر وفي القلب جراح لما نراه ونسمعه ونشاهده ونعاينه في هذه الأمة ولكن سنبتسم رغم هذه المعانا سنبتسم ولا النيأس لأن الله عز وجل وعد عباده المؤمنين بالفرج ووعدهم بالنصر والتمكين نسأل الله عز وجل أن يورينا عزة الإسلام وعزة المسلمين عاجلا غير آجل وأن ينصرنا على أعدائنا أعداء الحق والدين وأن يبلغنا آمالنا في رضاه أسأل الله عز وجل لكم في هذه الأيام زيادة في المحبة والتواصل والخير وحسن الإقبال عليه لا يسعني إلا أن أقول لكم تقبل الله منكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير وبلدنا بخير وأمتنا بخير وأدعو الله عز وجل في هذه الساعة من هذا الصباح صباح يوم الجائزة أن يفك أسر المأسورين وأن يحسن خلاص المسجونين وأن يرد المهجرين إلى ديارهم والمسافرين إلى أوطانهم حتى يعم الخير ربوع البلاد أسأل الله لي ولكم المحبة والسلام إنه سميع قريب وكل عام وأنتم بخير